تعتبر مصر من الدول الرائدة في مجال الفضاء على الصعيدين العربي والأفريقي فمنذ عام 1980 كانت البداية في مجال الفضاء وفي عام 2019 تحققت أولى الخطوات بإنشاء أول وكالة مصرية في مجال الفضاء هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية إنها وكالة الفضاء المصرية التي كانت حلما تحقق عام 2019 بهدف توطين صناعة تكنولوجيا الفضاء في مصر وإطلاق الأنظمة الفضائية فضلا عن وضع البرنامج الفضائي 2020-2030 بالتزامن مع قطة مصر للتنمية المستدامة وكالة الفضاء انشأت بقانون من سيد الرئيس الجمهورية في أول 2018 وبدأ تفعيلها فعلا من أول أغسطس 2019 الهدف منه كان لأنها تشرف على جميع الأنشطة الفضائية في مصر ويكون لها نشاط في بناء الأنظمة الفضائية أنا أقصد أن الأنظمة الفضائية الأمر الصناعي والمحطات الاستقبال وكل ما يخص تشغيل الأمر ويكون لها هدف مهم آخر وهو وضع برنامج الفضاء لمصر في خلال الفترة من 2020 إلى 2030 استحداث ونقل علوم والتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها إضافة إلى بناء الكدرات الذاتية البشرية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية من خلال العديد من الأقصام والمعامل بالوكالة حيث تعد من أهم الأدوار التي تقوم بها بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي تحتوي عدة معامل على مستوى لا يقل عن المستوى العالمي اللي موجود في البلاد المتقدمة في تكنولوجيا الفضاء وأحد المعامل اللي احنا بنتكلم عليها المعامل اللي احنا متوجدين فيه في الوقت الحالي وزي ما ستكشافها في الخلفية مجموعة المتخصصين من دكاترة ومواندسين بيكونوا بتدريب وتجميع كل الأمار الصناعية تقريباً اللي الوكالة معنية بيها من خلال الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة وصحة وتشغيل هذه الأمار في المدارة المخاص بيها احنا بندرس التأثيرات بتاعة التخص الفضائي اللي هي جاية من مجرات تانية أو جاية من الشمس تأثيرها الأولاني على الأمار الصناعية عشان نقدر الأمار الصناعي اللي بنطلع ويعيش المدة بتاعته كلها اللايف تايم بتاعه دي أقول حاجة تانية حاجة عشان نختاري الكمبونة بتاعت الأمار الصناعي اللي نقدر نحطها في الانبيرومنت دي تستحمل الحرارة والضغط والرطوبة دي كلها خطوة هامة للدولة بمجال الفضاء باعتباره محركاً أصيلاً للنمو الاقتصادي وتقدم الدولة وجزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي ومستقبل الأجيال المقبلة فمصر في طريقها لإنشاء ستة أقمار صناعية خلال السنوات المقبلة سالي سلم التلفزيون المصري